أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في الدعاء اللهم اجعل عملي خالصاً لوجهك الكريم يقول هل هذا من التأويل أن يقال أن معناه مخلصاً لك بلا رياء ولا سمعة أنت قل له ولا عليك اجعل عملي لوجهك خالصاً كما قال عمر رضي الله اللهم اجعل عملي صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل فيه لأحد شيئاً قل هذا ولا تتكلف هذا التكلف نعم